الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأهباب رسالة سريعة بإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للعبادة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بإذن الله تعالى المساجد ستفتح يوم أربعة يوليو بإذن الله تعالى الرابع من يوليو بإذن الله تعالى ستفتح المساجد بعد فترة من الإغلاق بسبب كورونا أو كوفر ناينتين تقريبا دامت ثلاثة أشهر ونصف نناشدكم الله سبحانه وتعالى أولا أن نحافظ على أنفسنا نحافظ بحتة التباعد الاجتماعي بإذن الله تعالى في المساجد عندما تفتح نعين أهل إدارة المساجد وإدارة المصليات نعينهم على أنهم يقدمون أفضل ما يمكن تقديمه للمصلين نحاول بقدر الإمكان أن نستخدم الهاند سانيتيزر نحاول على قدر الإمكان أن نستخدم الماسك نحاول بقدر الإمكان أن نأتي بالمصلية الخاصة بنا وكما قلت أن نحن نحاول أن نفعل التباعد الاجتماعي ده بالنسبة للمحافظة على النفس أما بالنسبة للنقطة الثانية كما تعلمون أن المساجد مغلقة منذ ثلاثة شهور ونصف تقريبا المساجد أو بعض المصليات وبعض المراكز الإسلامية عندها دفع عندها بيلز عندها فواتير لابد أن تدفع وهذه المراكز وهذه عندها فواتير متأخرة عليها منذ فترة وبعض المصليات الصغيرة برضو عندها رنت عندها إيجار ما دفعته من فترة تقريبا منذ ثلاثة أشهر ونصف بسبب أنه لا يوجد مصليين داخل المصليات أو داخل المساجد فعندهم فواتير للكهرباء والغاز والمياه وهذه الفواتير لابد أن تدفع فيعني نرجوكم نرجو منكم أن تبذلون كل ما في وسعكم لإخراج بعض الصدقات للقائمين على شؤون المصليات والمساجد وبفضل الله تعالى يعني اللهم لك الحمد جميع المساجد وجميع المصليات عندها حساب في البنوك فمن السهل جدا أنكم تحصلون على هذه الأرقام الحسابات وأنكم تتبرعون للمساجد بقدر ما تستطيعون اعلموا أيها الإخوة الأحباب أن الله سبحانه وتعالى أعطنا هذه الأموال حتى ننفقها في سبيل الله الله سبحانه وتعالى قال كما في محكم التنزيل وتعاونوا على البر واتقى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى قال كما في محكم التنزيل وفعلوا الخير لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى قال كما في القرآن الكريم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فعلينا جميعا أن نتبع ماذا قال الله سبحانه وتعالى وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأن لا ننسى المساجد وأن لا ننسى التبرع إلى المساجد وأن لا ننسى المحافظة عندما تفتح المساجد بحيث أن نحن مش عاوزين أي حد مهما كان من هو سواء من المسلمين أو من غير المسلمين أن يقولوا المسلمين لا يحافظون على التباعد الاجتماعي مع الرغم أن نحن لو شفنا الـ underground أو شفنا في أي مكان ما فيش تباعد اجتماعي ولكن هم ممكن يأخذون هذه علينا هذا وما كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم